للشهر الثالث على التوالي لا يزال هذا المقهى الذي يعمل فيه حسن بنظام العمل اليومي مغلقاً ولم يتقاضى أي راتب وأصبح فجأة من الأشخاص المصنفين تحت خط الفقر فقدم للصندوق وقفة عز الذي أنشئ لتعويد العمال المتضررين أنت عايشة خلينا نحكي مثلاً 1500 دولار شهري بعدين يجي لك مثلاً زي ما تحكي 700 شكل أو 200 دولار طب شو بدهم يغطوا شو بدهم يعملوا شو بدهم يسووا عرفت كيف والوضع مش والله يشهر وخلص لا استمروا حتى الأضرار اللي بدها تجينا ما بعد ذلك ما بتعرف متى يعني أنا برضو أوكي على الشعيد الشخصي أنا اضررت طب أنا في عندي أكم من عامل طب هدول اللي تسرحوا اللي أنا ما قدرتش أغطيهم اللي أنا ما قدرتش أدفع لهم مصاريهم واضطروا أنهم يروحوا شو بدهم يعملوا عمال الميومة كانت الفئة الأكثر تضروراً بجائحة كورونا فهم يمثلون النسبة الأكبر من العمال الذين خسروا عملهم بسبب إجراءة السلطة الفلسطينية فاليوم وبعد طول انتظار أعلن صندوق وقفة عز أسماء المستفيدين من الأموال التي جمعت بطبارعات المواطنين والمؤسسات الخاصة والبنوك الصندوق أشرف عليه القطاع الخاص بشكل كامل سيتم توزيع التبرعات لأربعين ألف عامل متضرر من الأزمة بواقع سبعمائة شيكل لكل فرد وبما مجموعه 23 مليون شيكل وذلك وفقاً للقوائم المستلمة من وزارة العمل الفلسطينية وسيتم توزيع ما مجموعه 15 مليون شيكل لثلاثين ألف عائلة منكشفة جراء الجائحة في الضفة الغربية والقطاع وكذلك مليوني شيكل لنفس الغاية لمحافظة القدس صندوق وقفة عز لم ينجح في جمع مبالغ كبيرة فجل ما تم جمعه لم يتعدى 17 مليون دولار والمستفيد من هذا الصندوق لن يحصل سوى على 200 دولار رغم أن معدل خط الفقر هو 350 دولار من رامالله فاتن علوان الحر